اشتركوا في القناة وما وقع لك فوضع طبيعا تشعر بألم التطهير واضح أنت تشعر بألم التطهير فاصبر على نفسك حتى تنعم بصحة الروح واضح حتى تنعم بصحة الروح أما أنت تريد أن تقرأ القرآن وتصبح حمام المسلمين من غير التعب إنما القرآن كأنه مطهر يطهرك من الجروح وتطير من الجروح لابد أن تشعر بألم هذا الألم يجعلك بعد ذلك تحية لهذا تصبر على نفسك ليس من أول قراءة أو قراءتين أو ثلاثة أو أربعة براحة وسعادة بل القرآن يطهرك كما أن الجرح يحتاج لتطهير ثم يأتي الشفاء كذلك القرآن يطهر بألم ثم يأتي الشفاء بإذن الله وإلى الله عزيزي لماذا وصفه الشفاء ونزل من القرآن ما هو الشفاء لماذا قال شفاء لماذا لأن الشفاء عملية تطهير تحتاج ألم واضح والله تعالى في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني دوما بالروح عن الدوني في قلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني دوما بالروح عن الدوني في جوف الليل هفى قلبي وكأن الرحمة تدعوني قف وادعو إلها ما خابات يدا مدت لمعيني يدا مدت لمعيني في جوف الليل هفى قلبي وكأن الرحمة تدعوني قف وادعو إلها ما خابات يدا مدت لمعيني يدا مدت لمعيني يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني وإلى الجنات لتهديني في قلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح علي الدوني دوما بالروح علي الدوني شكرا للمشاهدة